فكما ذكرت الراجع الرياضي حامل اللقب فهو كواصل الإعداد دياله لانطلاق منافسات البطولة الوطنية فهل حسب ما وصلناه أن المباراة ديال الراجع اللولة في البطولة تكون آخر مباراة الجولة اللولة يعني هدا تكون الحد معها السبعة ونصف ميدان الفتح الرياضي في ملعب مولي الحسن بالريباط هذا الخبر توصله بين الناس ديال الراجع ودبع عندهم واحد المدة ديال تمنيان باش يتبريباري لهذا المباراة على حساب هذا البروغرام هذا اللي تحت قدامهم ومراها ففي الأخر ديال ديسمبر غدا تلعب مباراة الراجع الرياضي والإسماعيلي المصري كما ذكرت فالراجع حاليا كيلعبه مقابلوي ديال يمكن تكون الأخيرة يمكن حتى الدبع المعطاية تلعبنا فبنسبة كبيرة تكون الأخيرة إلا لكن هذا الخبر ديال أنا الراجع هدا تلعب حتى اليوم الأحد يقدر يخلي التقام تقنيب حتى على المباراة ودية أخرى فالراجع كونتر اس فيك لعبوا ديال تقريبا دقيقة سبعين من المباراة دائما تقدم الراجع بواحدة الزيروبية ماركة الوافيد الجديد وائل سعداوي اللي هذا البيوت الثاني اللي كماركة ودية مع الراجع الجمهور الراجع التشكيل الرسمية ديال المباراة اللي ملعوبة دابا حيث بنسبة كبيرة غدا تكون هي التشكيلة لغدا تلعب المباراة لولا كونتر الفتح كونغولي للأسف فرجع بلاسي من معسكر فريق الوطني المنتخب الكونغو فرجع بلاسي وغاد يغيب مدة شهر دعلاء الميادين غالبا ما غاد يرجع حتى الأسبوع الأخير من شهر 12 بشي وجده المباراة إسماعيلي أيضا نقاء يلا تخلغي البارح من الكاميرون فبريس نقالي غالبا ما هيكون شرسمي الموسم جاي ما هيكون حاضر في تداريب الورفة اللي فوجه فقط يوم الخاميس والبارح ده حصة تدريبية واحدة مع فريق راجع ريدي رجع من ليبيا بعد ما اللعب مع المنتخب دياله وبقى واحد مدة في بلده الأصلي ليبيا في حيل حافظي دي رغم أنه ما كيش تشكيلة رسمية فهو حاضر مع لي كيف هو كان مع المنتخب المحلي فريق راجع ريدي كيواصل إعداد بشكل عادي غير جعوده باللوازيس فضل الإلغاء ديال المعسكر تدريبي ديال طانجة فالتداريب ستكون فقط في الوازيس هدي من ناحية من ناحية أخرى موضوع الميكات وكيبقى موضوع الساعة الرجع الرياضي فما زال ما كين تشي صفقة باستثناء صفقاتي اللعب الهدهودي والسعداوي اللي كانوا توقعوا قبل المدة كبيرة وكانوا كتعويض الرحيل حميد أحداد وبادر بانون افتجاز زمالك والأهل المصريين فداب الراجف كيحاولوا يقلبوا بداية على الاريار غوش فبتنسيق مع لجنة ديال المنخارطين فهو ما تحاولوا البحث على ظاهر أيصار كيبقى الاختيار على الاريار غوش ديال فيتاكلوب أو اللاعب الليبي يترهوني لعب ساموح المصري خصو مختاروا في أقرب وقت ممكن حتى ما بقاش الوقت بقى فقط اليوم أغدى فآخر الساعة ديال غدى غادي سالي المركاتو الصيفي في حين فالموضوع ديال إلي درواء ولا أكس ديال أكس ديال فلادي فونس فالأخبار الوصلات لنا الأمور صعبة شوية في المفاوضات بالأخص مع البوفتيني فالأمور بلس كتبتاعد في حين نفاتي كيب حاولوا مازال مكتب مسيادة الراجع انهم يحاولوا يوفروا سيولة مالية باش أن اللاعبين يتم توق على الأقل اللاعب ولجوج من هاد التولاتي منسبة لنقطة السعداء ولهده ديال ففي انتظار المصادقة على الصفقات ديالهم فالمصادقة عليها غادي يكون دفع معنوية مهمة للمدرب جمال السلامي اللي مازال كيبريباري ومعه بجموعة من العناصر ديال الشبان كخابر أخير فعل مستوى تسيري فما غادي يكون الجامل عام حتى الآخر أسبوع من شهر 12 هاد يكون ان شاء الله الجامل عام ستنائي فاريق راجع الرياضي وتم اعداد وتشكيل واحد اللجنة ديال المنخارقين اللي غدا تكون غدا تكلف بان هاد يقلس مع كل مرشح فبا حتى الآن ما ترشحت اشي واحد ما كل مرشح غادي يكون عندو الضرورة انو يقلس مع المنخارقين مع ديال اللجنة دي ويبي ليهم بروغرام ديالو أعضاء المكتب ديالو واشنوما الخطوط العاردة ديال برنامج ديالو قبل باش ان المنخارقين اللي غاي صوتوه نحن ثلاثة واشنين تكون عندو فكرة مسبقة على الترشيحات والبرامج المرشحين باش يتم الاختيار في الاخير بكل ديمقراطية للرئيس الجديد الراجع الرياضي نعودو نذكروكم كخبر اخير ان الزياد فهو نهائيا وبقرار لا يرجعات في انو ما ديش يبقى رئيس فريق الراجع الرياضي وغا يستمر فقط الى غاية الجامعة العام الستنائي في النهاية ديال ديالسومبر هادو اهم اخبار راجع اللي كما اذكرنا كيلعب اخير ربوع ساعة في مباراوي ديالف مراكش ملعب ملحق كونتر اللو سي اس ومتاثرين بوحد الزيرو بي ديالواء السعداوي اشتركوا في القناة